فاروق صلاح ملعب المباراة واخبار نادي امبي والتشكيل فاضلا فاروق كل التحية للكابتن ايمان شوقي كل التحية لضيوف ملعب الاهلي الكرام كابتن الكبير كابتن علاء ميهوب الكابتن محمد يوسف الكابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان نقدر نقول بعد غياب اكثر من 151 يوم منذ اخر لقاء لفريق امبي امام فريق بيرامدز وهزيمة فريق امبي في اخر لقاءته في 11 مارس 2020 يعود من جديد فريق امبي لمواجهة فريق النادي الاهلي في المباراة المؤجلة ضمن فعاليات الاسبوع الخامس عشر للدوري المصري نقدر نقول لفترة اعداد قوية خد اخذها فريق امبي ادري ان هو يلعب خمس لقاءات تودية كابتن ايمان مع نادي مصر وادري ان هو يتعادل في اللقائين ايضا كان نلتقى مع فريق اسوان ويتعادل بهدف لكل فريق لعب مع فريق طنطا ويتعادل سلبي بدون اهداف ادري ان هو يفوز في اخر اللقاءات على فريق المقصة باربع اهداف مقابل هدفين وكان يدي اخر مواجهة لفريق امبي وللكابتن حلمي طولان قبل مواجهة الاهلي في هذا اللقاء كابتن حلمي طولان يتكلم عن بعض الغيابات اللي بيعاني منها في هذا اللقاء بعض الغيابات اللي بيعاني منها فريق امبي سواء محمد شريف او عرف السيد او عمر ربسام احمد شكري محمود قعود ومحمد رزق وصلاح سليمان اللجأ مستر كابتن حلمي طولان ويستعين ببعض اللعبين النشئين ويعني منذ لحظات اعلن التشكيل اللي يخوب باللقاء وهي طريقة كابتن ايمن اقرب لطريقة اربعة واحد اربعة واحد مكوم من محمود جاد في حرصة المرمى قدامه الرباعي علي فوزي رمي صبري اسامة جلال وكريم فؤاد قدامهم عبد الرحمن عمر بطريقة الليبرو والمقلوب قدامه اتنين عبد الرحمن عماد واحمد العجوز فيليمين محمد باسيوني في الشمال عمر ناصر ورأس حربة وحيد هو احمد علي زي ما قلت لحضرتها كابتن ايمن يا طريقة اقرب ليه اربعة واحد اربعة واحد الكابتن حلمي طودان كان ليه بعض التصريحات قال لازم حافظ على الشكل الدفاعي لان الفريق اللي بيجهيد النواحة الدفاعية ما بيقدرش ان هو يعني بيبقى فرصه في الهزيمة بتبقى اقل ومن الممكن ان هو يحقق الفوز قدر كمان ان هو يتكلم على فريق الناد الاهلي وقال ان فريق الناد الاهلي من الفرق الكبيرة اللي دايما ما بتتأثرش باي غيابات والناد الاهلي فريق كبير ودايما فريق البطولة عنده اكثر من لعيب بديل من النقاط المهمة جدا اللي عايز اقول لحضرتك عليها ايضا يا كابتن ايمن وجود مراقب طبي من قبل الاتحاد المصري القدم علشان يتابع كافة الاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الاتحاد المصري او وزارة الشباب ورياضة او وزارة الصحة ودكتور هاجد دهاني ادري ان هو يعني يشاف وتابع كافة الاحترازية الموضوعة من الناد الاهلي ولي بيطبقها الناد الاهلي في هذا اللقاء لقاء اللي اليوم طبعا بيديره طاقم تحكيم بقيادة محمود البنة بيعاونوا في هذا اللقاء احمد توفيق وهاني عبد الفتاح صبر إبراهيم حكم رابع محمود دسوئي ومحمود أبو رجال اتنين حكام فيديو زي ما قلت لحضراتك كابتن أيمان دي كل الكواليس كل الأخبار في انتظار المواجهة رقم 34 ما بين فريق النادي الأهلي وفريق أمبي سجل حافل ما بين الفريقين في اللقاءات ما بين الأهلي وإمبي على مدار 33 اللقاء كانت الغلبة فيهم دايما للنادي الأهلي على فريق أمبي 60 هدف أحرزه من نادي الأهلي في شباك أمبي بينما فريق أمبي أحرز في شباك النادي الأهلي 33 هدف كل توفيق لفريق النادي الأهلي في هذا اللقاء دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من هنا من داخل أستاذ القيرة أنا معاك كابتن أيمان لو فيه أي استفسار أو أي تسار شكرا فاروق مرسلنا الملعب مبارا ألف شكر